بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين نسير معاً في طريق جديد نسلكه إلى الله لا نبتغي فيه إلا مرضات الله نتوقف أمام العلم ونسأل ونطرح لكم أيضاً الكثير من الإجابات فكانت الإجابات تتفق مع علم التصوف وتتفق مع القرآن والسنة النبوية إذن فمن أين جاء الخلاف؟ ومن أين جاء الجدل؟ ومن طرح هذا الجدل؟ وما هي المساحات الفارغة التي يتحدث عنها الناس بأنها تحتاج إلى علم يملأها؟ بين هذا وذاك كانت التساؤلات وكان لضيوفنا الكثير من الإجابات وفي هذا المسير نتوقف مع الرسالة القشيرية ما ترك لنا الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالة أخذت منها الكثير من الرسالات فأصبحت مرجعا وأصبحت منهجا وأصبحت متكأا لأهل التصوف توقف الإمام القشيري مع أبواب كثيرة لكنه استفى وقدم بعض الأبواب ومن هذا نسير على دربه الخوف على مراتب الخوف والخشية والهيبة فالخوف من شرط الإيمان ومن قضيته والخشية من شرط العلم والهيبة من شرط المعرفة هكذا قال في باب الخوف وكذلك نقل عن يحيى ابن معاذ رحمه الله مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنة من خاف من شيء هرب منه ومن خاف من الله عز وجل هرب إليه وفي هذا نسلك طريقا إلى الله من مملكة الدرميش ترجمة نانسي قنقر